السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعمرك كنت قاد مع حد من اصحابك او اهلك او قريبك او حتى في اجتماعه ومرة واحدة جالك زغطة وبمجرد ما بتشرب شوية مية او تكتم نفسك لفترة سيارة بتروح منك الزغطة دي واللي بتحطك تقريبا في موقف محرج بيكون مفاجئ لك الزغطة تقريبا كلنا بيتخيلها ان هي شيء عادي بيحصل لاي حد وشيء طبيعي لكن اللي عايز اقوله لك واللي ممكن تكون لاول مرة تعرفه ان الزغطة في الاساس مرض وليها اسم علمي وليها اعراض وفيه ناس بتكون مريضة بيها لفترات طويلة جدا الزغطة اسمها العلمي مرض الفواق واللي ممكن تستمر معاك لايام او شهور او حتى لسنين علشان كده هنتكلم في الفيديو ده عن مرض الفواق او الحازوقة او الزغطة ودي كلها اسماء بتتسمى بيها حسب كل مكان وكل دولة وحسب كل لهجة بس قبل اي حاجة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تكون واحد من اول المشتركين اللي يصلهم المعلومة الزغطة بتحصل لنا بسبب حال التشنج مفاجئ فعضرة الحجاب الحاجز بشكل متكرر ودي العضلة الموجودة ما بين الرئتين والمعدة والعضلة دي اهميتها بتكون في عملية تنفس الانسان فلما بتنقابض الرئتين بياخدوا الاكسجين ولما بتنبسط الرئتين بيطردوا ثاني اكسيد الكربون وبما ان اي عضلة في جسم الانسان معرضة لحالات التشنج المفاجئ فبالتالي عضلة الحجاب الحاجز ممكن برضو يحصل لها حال التشنج ولما بيحصل لها حال التشنج او انقباض بصورة مفاجئة بتخلي الحنجرة والاحبال الصوتية يقربوا جدا من بعض وده اللي بيخلي الهوى الموجود في الرئتين يخرج بشكل مفاجئ وسريع وهو ده اللي بيسبب الصوت الغريب اللي بيخرج منك واللي احنا بنسميه الزغطة الزغطة عمتا بتيجي للانسان بشكل مفاجئ وممكن تستمر معاه لعدة دقائق بسيطة جدا وفي حالات بتستمر فيها الزغطة لمدة بتوصل لأكتر من 8 ساعات وفي الحالة دي بتكون حالات مقلقة وبيستحسن فيها استشارة الطبيب وفي حالات مزعجة جدا منها واللي ممكن توصل لأكتر من 48 ساعة متواصلة وفي الحالة دي ده بيكون دليل على وجود مرض معين في جسم الانسان وفي الوقت ده لازم يكون فيه زيارة للطبيب علشان تعرف بالضبط ايه سبب الزغطة اللي عندك واللي ممكن تكون ما تعرفوش وأول مرة تسمع عنه ان سبحان الله حتى الجنين ممكن ان يتعرض للضغطة فأثناء فترة الحمل ومن المعروف ان الطفل الرضيع هو من اكتر الفئات العمرية اللي بتتعرض لحالات الزغطة فيه اسباب كتير جدا بتتسبب في الزغطة وهي ملهاش سبب واحد معين فالاسباب بتختلف من انسان لانسان ومن الاسباب اللي بتخلينا يكون عندنا زغطة مثلا زي انك تاكل او تشرب بسرعة واللي معاها بنبلع هوا كتير جدا او انك تاكل اي اكل فيه كميات من الشطة كبيرة او انك تاكل الشطة باي كمية بشكل عام او انك مثلا تستنشق بعض الادخلة الملوسة بكميات كبيرة وبرضو انك تاكل اكل سخن جدا وفي نفس الوقت بتشرب معا مشروب سائع جدا ومن الاسباب الغريبة اللي ممكن برضو تسبب لك الزغطة هو تغير درجات الحرارة المفاجئ وده بالفعل سبب بيحصل مع بعض الناس او ان يكون عندك جفاف ونقص في السوائل في الجسم او انك تتحك لفترات طويلة او تتكلم لمدة طويلة او انك تشرب كميات كبيرة من المشروبات الغزية وفي بعض الحالات اللي بيكون فيها السبب في المقام الاول نفسي مش عضوي وفي الغالب دي معظم الاسباب اللي ممكن تسبب لك الزغطة المؤقتة واللي بتكون له وقت قصير وفي بعض الامراض اللي بيكون لها علاقة ان يجي لك زغطة زي الامراض المتعلقة بالحجاب الحاجز نفسه او مثلا امراض الكبد والالتهاب الرأوي وجراحات البطن او السكتات الدماغية وبعض اورام المخ او انك تتناول بعض الادوية الطبية اللي بيكون لها اثار جانبية او التهاب العصب المبهم واللي بيسمى بالعصب العاشر او بعض الاضطرابات اللي بتكون في المعدة وارتجاع المريء وبرضو التهاب الحلق او التهاب طابلة الازن او مرضى السكري او نقص الصديوم في الجسم وكل الامراض اللي قلناها دي هي اللي ممكن تتسبب في ان يكون عندك زغطة لكن في الحالة دي بتكون مدة الزغطة طويلة شوية بس في الحالة دي لازم يكون فيه تدخل للطبيب او على الاقل في استشارة للطبيب ودلوقتي بعد ما عرفته اسباب الزغطة المؤقتة تحديدا انت كمان قلنا على اكتر موقف محرج تحطيت فيه بسبب الزغطة اكتب لنا في الكومنتات ايه اللي حصل معاك وبالمرة وانت نازل ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو اول مرة تشوفنا في حالات الزغطة المؤقتة هي مش بتستمر في العادة لوقت طويل ودائما ما بتختفي لوحدها لكن في بعض الطرق اللي ممكن تساعدك في انك تتخلص منها بشكل اسرع زي انك تحبس نفسك لاطول فترة ممكنة عن طريق انك بتاخد نفس عميق لمدة ما تقلش عن 30 ثانية وبعدها بتخرج النفس بشكل بطيء مع تكرار العملية دي اكتر من مرة لحد ما تحس ان الزغطة اختفت من عندك والعملية دي بتتسبب في ارتخاء عضلة الحجاب الحاجز اللي بتكون متشنجة وبسببها بيحصل الزغطة او لو انت تعرف تحدد بالضبط المنطقة اللي فيها الحجاب الحاجز فانت ممكن تعمل لها عملية مساج وتدليج بسيط لحد ما تحس ان انت ارتحت والزغط اختفت من عندك او انك ممكن تشرب كمية من المية بشكل سريع اكتر من مرة او انك تتغرغر بالمية لمدة 30 ثانية او انك تتنفس جوا كيس وده ببساطة بتقدر تعمله لما بتجيب كيس بلاستيك وبتنفخه وبتتنفس جواه لمدة 30 ثانية او انك برضو ممكن تتنفس بسرعة وترفع ايدك لفوق لمدة 30 ثانية مع تكرار العملية اكتر من مرة او انك تاكل معلقة صغيرة من السكر او عسل النحل وممكن برضو انك تنضغ لبان واغرب الطرق واللي هي طريقة كوميدية جدا ومش علمية نهائيا بس في ناس كتير اكدت انها بالفعل بتجيب نتيجة واللي تقريبا احنا تورصناها من الاجداد وهي انك تفزع الشخص او تخده وده بشكل او باخر بتخلي الزغطة تختفي من عنده في الوقت ده وفي حالة ان مفيش ولا طريقة من دول جابت نتيجة معاك يارد تزور الطبيب لان كده لازم تاخد علاج معين علشان تعالج الزغطة اللي عندك لان انت وصلت في الوقت ده لمرحلة متطورة اكتر من الزغطة المؤقتة والجدير بالذكر ان اطول فترة حصلت لانسان فيها زغطة وتسجلت في موسوعة جينيس العالمية كانت للامريكي تشارلز اوسبورن واللي استمرت معاه لمدة 68 سنة من سنة 1922 لسنة 1990 وكان السبب في الزغطة اللي عنده انه كان في وقت من الاوقات شايل حيوان تقيل ووقع عليه وده اللي تسبب له في حالة انفجار وعاء دموي صغير جدا وضقيق جدا في الدماغ ونتيجة الانفجار الوعاء الدموي ده تسبب له في تلف الجزء المسؤول عن وقف عملية الزغطة ومن المؤسف ان يقولك ان تشارلز اتوفى بعد ما يتعلج من المرض اللي كان عنده بسنة واحدة فقط وبس ده كان كل اللي عندنا عن مرض الفواق او الزغطة وزي ما اتفقنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تكون واحد من اول المشتركين اللي يوصل لهم المعلومة ونشوفكم في فيديو جديد ومعلومة جديدة السلام عليكم